فريق الوداد البيضاوي المغربي يسحق فريق شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة الهدف الأول من توقيع اللاعب سامبو السينيغالي في الضقيقة 38 إترة مريرة حاسمة من عطية الله ونفس اللاعب يسجل هدف ثاني للوداد في الضقيقة 51 من المباراة أما الهدف الثالث سجله صاحب الاختصاص المترجل الذي مزق الشباك الجزائرية إترة ضربة خطأ لم تترك أي حد للحارس الوداد يتأهل للدور المقبل كمتصدر للمجموعة ولا ننسى كذلك تأهل الرجاء كمتصدر أيضا هذا التقرير الرياضي عبارة عن جواب للمطبل الكبراني حفيظ الدراجي الذي أصبح منبودا في العالم العربي بسبب خلط الرياضة بالسياسة والتصفيق للباطل حفيظ الدراجي نام باكرا اليوم ولم ينهق مثل مباراة الدهاب حيث قال ألف مبروك لشبيبة القبائل الذي فاز على حامل لقب الوداد إترة مباراة رائعة قدمها الشبا أمام فريق محترم الفريق المحترم بهدل المشاعر الجزائرية وجعل الفريق الجزائري يتدوق عشب الملعب المغربي بدون توابل وتحية مصاوية الجماهر الودادية والرجوية ونتمنى لكم مسيرة موافقة في دور أبطال إفريقيا